أزدل الستار على المسابقات التي نظمتها الجمعية للعمل الشبابية لصالة 15 من المؤسسات التعليمية في العاصمة الجمينة وهذه المسابقات جمعت تلاميذ بمختلف المراحل التعليمية وذلك بهدف تنمية قدرات الطلبة وتزويدهم بالمعلومات السقافية وفن الخطابة وبعد تصفيات الأخيرة من المسابقات فقد منحت لجنة التحكيم الفائز في المرتبة الأولى زينب آدم من تلاميذ ثانوية سكر كير والثاني صالح حسين محمد من ثانوية ابن مهاجر وحل ثالثا حكيم أبكر من ثانوية ميكس وبهذه المناسبة تحدث المنسق المسابقات أحمد عبد الله مالك الذي شكر جميع مدراء المدارس مضيفا بأن مثل هذه الأنشطة ستزاعد التلاميذ في مسيرة متعليمية أما الفائزة بالمرتبة الأولى عبرت عن شكرها أريد أن أشكر المدراء المدرسي لأنهم ظلوا مايه حتى آتي إلى هذه المرحلة وأقول لكم بأنني سأفعل كل ما بوسعي لكي يطوير بلدي كما أن مثل هذه المسابقات ستنمي قدرات التلاميذ وتشجيعهم على المنافسة في المجالات المختلفة ترجمة نانسي قنقر